السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا على يوم الأحد 9 تموز يوليو طبعا القمر الآن موعد بث الحلقة لهو مساء يوم السبب موجود بالحوت في عنا خلوق مسار والقمر أغلب اليوم الأحد رح يكون موجود في برج الحمل طبعا هذا يوم فيه إيجابية ولكن تقلب النفسية ممكن يخرب علينا كثير من الأمور والعصبية أيضا وهذا الموضوع برجع لانتقال المريخ وأيضا زاوية التربيع بين القمر وبين الشمس بالنسبة للقمر طبعا الآن موجود في منزلة الرشا وهي منزلة للعلاج والربح والسلامة والصلاح وراح يظل القمر من الآن موعد بث الحلقة لغاية الساعة 17 دقيقة من مساء اليوم السبت بتوقيت جرينيش طبعا في هذا الوقت بيكون القمر انتقل لبرج الحمل وبدو ينتقل لمنزلة الشرطين وهي منزلة جيدة لكل ما يخص النساء وغير ذلك فهي سيئة جدا ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد جيدة لعلاج الأسنان والعمليات الصغرى تقليم الأضافر وقص الشعر أو حلاقة الشعر وراح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 25 دقيقة من مساء اليوم السبت لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة البطين وهي منزلة جيدة لتهدئة النفوس والإصلاح والبدء بكل شيء جديد زي ما حكينا القمر الآن موجود في برج الحوت وبعد قليل في عنا خلوه المسار خلوه المسار رح يبدأ الساعة 26 و 21 دقيقة من مساء اليوم السبت بتوقيت جرينيتش وبعدها بده يستمر لغاية الساعة 87 دقيقة من مساء ليلة السبت على الأحد بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر بعدها لبرج الحمل يعني أغلب اليوم رح يكون هو موجود في برج الحمل ولكن خلوه المسار لازم نذكره لأنها فترة سلبية لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلوه المسار الساعة 87 دقيقة مساء من مساء ليلة السبت طبعا القمر خلص بنتقل وبيستقر في برج الحمل عشان هيك بنبلش من ساعة المساء نشعر بطاقة كبيرة أو طيلة اليوم نشعر بطاقة كبيرة للعمل بنكون أكثر تصميما وأكثر استقلالية منبادر بمشروع جديد ولكن من المحتمل أن نتسرع في تصرفاتنا أو نتهور أيضا يجب أن نحذر أكثر على الطرقات من السرعة الفائقة نلاحظ أيضا في هذه الفترة أن أقل صبر في التعامل مع الغير وهذا الشيء ممكن يوقعنا في متاعب ومشادات غير مرغوب فيها منفق الدبلوماسيتنا ومنكون أكثر عدوانية في فترة وجود القمر في برج الحمل يستحسن إجراء فحص للعيون إذا استدعى الأمر لذلك وأيضا بإمكاننا إدخال تعديل على قصة الشعر أو إقامة حفل ماء أو أي فحصات لها علاقة بالرأس بالنسبة للزاوية الأولى التي سنتحدث عنها وهي زاوية تقابل سلبية بين عطارد وبين بلوتو هذه الزاوية طبعا تأثيراتها من يوم 8-7 إلى يوم 13-7 ذروتها يوم 10-7 لهو يوم الغد الساعة 48-47 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج هذه الزاوية بتدفعنا للكآب والهم والشعور بالذنب بتزيد من عنادتنا بتسبب أنها نزاعات شديدة مع محيطنا وأمور إلها علاقة بالضغط على القلب اللي هي بكثر فيها خصوصا الأشخاص اللي عندهم مشاكل بالقلب أزمات قلبية أو آلام أو تسارع في نبض القلب أسبابها العصبية وبرضو بتهدد بحوادث عن طريق النار برضو بتدل عن تقاد الصحافة للسلطات أو لدولة ما بسبب تخاذلها في مكافحة الجريمة وازدياد حوادث العنق والعدوان وممكن يتم الكشف عن معلومات مخابرتية ومؤمرات سياسية كانت تحاك في الخفاء وهناك احتمال وقوع زلازل أو حرائق أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس إيجابية بين عطارد وبين أورانوس وهي تأثيراتها من يوم 5-7 ليوم 9-7 يعني اليوم آخر يوم لا إلها مننشطها من باشر بأكثر من مسعى في أكثر من اتجاه في نفس الوقت وبرضو بتعزز قدراتنا العقلية فبتسهل علينا حل وفهم مساء العلمية تعذر حلها مسبقا ومنشعر بالثقة وبقوة الحدث والموجودة لدينا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربية السلبية بين الزهرة وبين أورانوس وهي تأثيراتها من يوم 24-6 ليوم 14-7 طبعا تخلق لدينا تصرفات اندفاعية وشقاقات ويتوقع لأي علاقة غرامية بضعيفة بأنها تنتهي بشكل سريع وغير متوقع أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس إيجابية بين نبتون وبين بلوتو وهي تأثيراتها طبعا زاوية منفصلة من يوم 28-6 ليوم 12 ذروة الزاوية المنفصلة فهي بتسبب عودة شيء قديم أو حدث قديم أو شخص قديم بيرجع بيظهر على الساحة وراء عودة هاي بتدعم من وضعنا وبتعطينا هيك نوع من أنواع الطاقة اللي بتكون لصالحنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس إيجابية بين المشتري وبين زحل وهي تأثيراتها من يوم 25-5 ليوم 14-7 طبعا هاي زاوية بتدعم من وضعنا المادي والمهني أو الاجتماعي وممكن نحصل على ترقية أو مركز أكثر أهمية بتزيد من إحساسنا بالأمن تعطينا سعادة مادية وهي فترة مناسبة للاستثمار واقتناء ملك عقاري وتأمين مستقبلنا ومستقبل المقربين لا إلا بالنسبة للزاوية اللي تأثيراتها اليوم أو قوتها اليوم طبعا في عنا زاويتين هدولا من يوم أمس ولكن إنه مستمرات بالتأثيرات لا يوم الأحد أول زاوية هي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين نبتون وهاي طبعا ذروتها بعد قليل الساعة 23-21 دقيقة من عصر السبت ولكنها مستمرة بتأثيراتها من الآن وحتى فجر يوم الأحد بتعزز الخيال الخصب وأبيق والحدث وعليف أن أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك كالفن، ديكور، تجميل وهذا وقت مناسب للراحة بتزيد حساسيتنا، رومانسيتنا وبتمنحنا كفاءات للعمل الفني أو المسرحي أو الروحانيات أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين بلوتو وهي بالنسبة لها الزاوية برضو تأثيراتها من الآن وحتى صباح يوم الأحد بين القمر وبين بلوتو وتزديس وهذهك روحانيات وهي برضو روحانيات يعني اليوم في طاقة روحانية لغاية ساعات الصباح ممتازة جدا هذه الزاوية بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ونتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة وبتمنحنا حكم صائب ومواهب روحانية وبتدفعنا للإبداع يعني القمر وبلوتو وأيضا القمر ونبتون زاويتين ممتازات جدا بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اليوم ذروتها وهي زاوية رح تكون زاوية التثليث البطيئة الإيجابية بين عطارد وبين نبتون هذه الزاوية برضو تعطي طاقة عالية جدا وهي تأثيراتها من يوم 7-7 إلى يوم 12-7 ذروتها اليوم الساعة 11 و56 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش بنصبح قادرين على قراءة مشاعر الآخرين من حولنا دون أن يعبروا عنها بصراحة تجعلنا شوي هيك غير منطقيين في التفكير ممكن تسبب أن بعض الإضطرابات النفسية تدفعنا للخداع يعني أن الصابين ممكن يستغلوها بشكل جيد لأنها بتدعمهم بشكل قوي وتعطيهم قدرة على الإقناع واستغلال الغير ولكن بإمكاننا إنجاز الأعمال الصعبة والأعمال الفكرية بشكل قوي جدا بتدلع اهتمام مسائل الإعلام والجرائد بالمواضيع المرتبطة بالصيد البحري أو أي شيء له علاقة بالتنقلات البحرية وأسطول الدولة البحرية وكذلك بتكثر الكتابات والمؤلفات الدينية والعقائدية والمواضيع الفنية خصوصا المرتبطة بمواضيع الفن والسينما والمسرح والإقناع والإذاعة يعني أشياء من هذا القبيل ولكنها زاوية جيدة للتواصل أو سرعة البديهة أو تحليل الأمور والمراوغة أيضا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين الشمس هذه الزاوية طبعا هي ذروتها رح تكون فجر يوم الأثنين ولكن تأثيراتها بتبدأ من صباح يوم الأحد وحتى مساء يوم الأثنين اللي هي زاوية التربيع بين القمر والشمس يعني نصف البدر إنه بصير منتصف البدر تماما هذا الاتصال بخلق لدينا حالة من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والأفكار مما ينعكس سلبا على علاقاتنا مع الآخرين تجعلنا غلقين متشائمين متقلبين بتزيد من الصعوبات مع الجنس الآخر بشكل مبالغ فيه وأيضا ما ننسى أن المريخ برضو بده ينتقل يعني يوم الغد رح ينتقل لبرج العذراء فهذا الانتقال مع هذه الزاوية بسبب ردات فعل عصبية وعنيفة وتقلب بالمزاج حاد جدا فبتكن تنتبهوا من هذه النقطة بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم عندنا الرأس والأسنان واللسان والأعضلات المخططة والقضيب والمرارة والشرين والدم هدولة الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لهم العناية الإضافية خلال هذا اليوم جيد لعمل فحوصات أو مراجعات طبية أو يعني أشياء لها علاقة بالأدوية ولكن عمليات كبرى ما بنصح لهاي الأعضاء عمليات صغرى زي الأسنان مثلا عصب أو حفر حشي أشياء زي هي قلع درس عادي ما في أي مشكلة ولكن مش جراحيا إشي بيطلب التخدير الكامل والأمور اللي زي هي بالنسبة للعمليات الجراحية زي ما ذكرنا إنه للضرورة القسوة ولكن إذا عمليات صغرى ما في أي مشكلة عمليات التجميل مثل الحقن ممتازة جدا ولكن الجراحة ما بنصح فيها يصلح هذا اليوم لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بما إنه القمر راح يستقر في برج الحمل معناة خلو المسار القادم بيكون مساء يوم الاثنين الساعة 11 و10 دقائق مساء بتوقيت جرينج وبيستمر حتى تمام الساعة 11 و54 دقيقة مساء بتوقيت جرينج لا ينتقل القمر بعديها لبرج الثور أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المربع عمره 21 يوم في تمام الساعة 9 و16 دقيقة مساء بتوقيت جرينج بيصير عمره 22 يوم نسبة الإضاءة ساعة 12 منتصف للأحد بيصير يعني تقريبا 52% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في السرطان حتى يوم 23 سبعة سعيد الآن بنسبة 85% في ساعات الصباح سعيد بنسبة 45% أما في ساعات المساء فبصير سعيد بنسبة 20% القمر في الحمل حتى يوم 10 سبعة سعيد الآن بنسبة 30% في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة 15% عطارت في السرطان حتى يوم 11 سبعة سعيد بنسبة 60% الزهرة في الأسد حتى يوم 23 سبعة منتحس بنسبة 25% المريخ في الأسد حتى يوم 10 سبعة منتحس بنسبة 40% المشتري في الثاور حتى يوم 49 سعيد بنسبة 30% زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 14 منتحس بنسبة 10% قرانوس في الثاور حتى يوم 29 ثمانية سعيد بنسبة 30% نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 16 منتحس بنسبة 10% وبلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 11 منتحس بنسبة 15% ياريت اللي وصل معنا لهون وما حط اللايك أو الدسلايك أو الكومنت أو ما سبش علي ينزل يكبس عليهم تحت وزي ما حكينا كبستين الدعم والتبرح هدو لما حدا يكبس عليهم بس كبسوا لي على اللايك والكومنت والمسبات والأمور اللي زي هيك بس بكفي يعطيكم العافية وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وبإمكانكم تسيطروا على زمام الأمور وتنجحوا بالدفع بمصالحكم تعتبر هاي فترة إيجابية حاول إنك تستغلها صحيح راح يكون لك بعض الاهتمامات اللي إلها علاقة بالبيت والعائلة أو بالعقارات تحديدا إلا إنه شوي التقلب عندك حاج جدا فممكن تغضب لأدفه الأسباب أو لانتقاد أو لعدم موافقة رأيك فبدك تضبط عصابك تتسلط عليك الأضواء وفي نوع منه مع الدعم الخارجي وربما اهتمامات مالية أو قروض أو ديون أو سدادها أو تحصيلها يعني نقدر نقول إنه اليوم فيه أشياء إيجابية ولكن انتبه من ردات الفعل برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا هذا اليوم بيطلب منكم عدم المبالغة في مجهودكم الجسماني بتكون تضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل وتنتبهوا لغذائكم وراحتكم وتكونوا صبورين ممكن شوي ما تشعر بالراحة الكاملة في نوع من أنواع الضغط الموجود عليك النفسي أو العصبي بسبب وجود القمر في بيت المتاعب عشان هيك حاول أنك ما تتخذ قرارات حاسمة تنتبه لصحتك وتضبط أعصابك لأن التقلبات هاي رح تتسجل عليك وخصوصا أنك أنت الحلقة الأضعف برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا اليوم القمر في بيت الأصدقاء والعلاقات الاجتماعية فرح تنشطوا في مجال العلاقات الاجتماعية والتواصل ورح تلتقوا أصدقاء أو اتصال أو تتفاجأوا بخبر بتعلق فيهم منكم أشخاص ممكن يشاركوا في حفلة أو مناسبة سعيدة وبتفرحوا بدعم من جهة ما ممكن تنجز أي عمل اليوم بشكل جماعي أو بواسطة أحد المعارف بتقدر تقدم الحلول بشكل جيد جدا وبتحظى بتحالف جيد ولكن حاول أنك ما تفرض سلطتك على أصدقائك لأنه ممكن يظهر خلاف بسيط أو سوء تفاهم بينك وبين أحد الأصدقاء هذا الشيء يستفزك شوي فيكون لك ردات فعل فعشان هيك حاول أنك ما تتحسس من هاي المواقف برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا اليوم بيت السمع القمر موجود يعني في مكان بدك تحافظ على سمعت قدر الإمكان بتظل الفرصة اليوم متاحة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا في إثبات جدارتهم للمسؤولين وبإمكانكم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة حاولوا أنك تنظموا وقتكم بشكل جيد احترموا المواعيد هاي فترة بتتطلبوا بالدقة والمتابعة عشان هيك بدك تحضر بشكل جيد وما ترتجل أي شيء حاول زي ما حكينا أنك تحافظ على سمعتك وعلاقاتك بالمسؤولين قدر الإمكان ما في داعي للمجازفات والمغامرات ومخالفة القوانين برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا اليوم القمر موجود في البيت التاسع يعني بيت له علاقة بالسفر البعيد العلاقات مع الأجانب الاتصالات البعيدة الامتحانات الجامعية العلاقات العاطفية المقابلات ويعني بمعنى آخر هاي فترة منتازة جدا على كل المستويات ولكن إذا خليت الاكتئاب أو التقلب النفسي سيطر عليك بتضيع كل الأمور هاي من إيدك هاي فترة جيدة لخوض تجربة جديدة وهاي فترة مناسبة للانفتاح على محيط مختلف أو ثقافة جديدة أو مجال جديد تعتبر هاي الفترة من أجمل أيام الشهر رغم وجود القمر في الشمس في بيت المتاعب إلا أنه اليوم رح تشعر أنه في طاقة إيجابية رح تدعمك حاول أنك تستغلها بشكل جيد ولكن انتبه من المصاريف لزيادة والتهورات المادية بعرف أنه في ضغط مالي لأنه أنا بعاني منه طبعا بشكل كبير ومتطلبات والتزمات ولكن أمرنا لا الله هيك منشكي برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا بتظل الأمور المالية هي اللي بتشغل فكركم والفرصة متاحة لمكسب مصدر وشراكة أو تعويض يعني شراكة شريك مال أو شريك عاطف أو تعويض يعني بنك ضريبة تأمين أو مستردات لا إلك أو حقوق لا إلك أنت بالطالب فيها ولكن انتبه أنك تكون على قدر المسئولية يعني إذا أخذت قرض ادرسه أنك تقدر تسد هذا القرض ولا لا ممكن اليوم يصير فيه نوع من أنواع التسوية في أحد الجهات أو مع أحد الجهات حاول أنك ما تفرض رأيك ما تكون عيد ما تهمل أوراقك الثبوتية أو عدم حملها المريخ بيحاب بده ينتقل عندك فهو بدرجة بيعمل تقلبات سريعة بالمزاج وردات فعل عصبية وممكن تصدر قرارات أو تتهور بتصرفاتك وهذا الشيء ما رح يكون لصالحك فضبط الأعصاب أنت أكثر الأشخاص اللي لازم تهتم فيه برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا اليوم ترغبوا في تدعيم شراكاتكم ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني ولكن القمر موجود مقابلك تماما بعطيك إيجابية صحيح بعزز من وضعك بشكل جيد مع شركائك بالمال بالعاطفة مع الأزواج ولكن شوي بعطي طاقة ضعيفة جدا بالنسبة لإلك فهنا بدك تتجنب الانتقاد وتوجيه الملاحظات وتحاذر من المواجهات الكلامية وحاذر مخالفة التعليمات والقوانين أيضا يعني تقلب المزاجة رح يسيطر عليك بشكل كبير وخصوصا مع محاولة انتقاء أو مع مرحلة انتقاء للمريخ لبيت متاعبك هذا الشيء بيسبب لك شوي قلق وخوف زيادة عن اللزوم برج العقرب بالنسبة لما وليد برج العقرب طبعا القمر استقر الآن لا نعتبر في بيت العمل والصحة فعشان هيك بتكن تنجزوا ما تراكم لديكم من عمل ابتجدوا تعاون من الزملاء أهم شيء تنظموا جدوى الغذاء كم وتأخذوا قصة من الراحة من حين لآخر حاول انك تهتم بالأعمال المهمة والضرورية ما تلتهي بالأعمال اللي ما إلها أي فايدة وركز بشكل جيد ما تحاول انك تنجز عمليا في نفس الوقت هذه فترة مهمة جدا بالرغم من التوتر السائد على المستوى النفسي وعلى المستوى الصحي والمستوى النفسي أغلبه رح يكون لموليد برج العقرب مع زملائهم بالعمل حادروا النزاعات والتذمر والتمرد وما تغامروا بموقعكم مهما كان برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا اليوم تزداد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم الأجواء جيدة وبالدعم من الوضع بشكل ممتاز جدا وخصوصا للتعامل مع الأحبة والتواصل ورغبتك من التقرب أو التقرب لإلهم في نوع من أنواع الحضوظ اللي بتدعمك ولكن هاي برضو فترة مناسبة للاجتماعات المهنية أو العائلية لتلطيف الأجواء وأيضا لمساء المالية ما لكن بدك تنتبه أنه اليوم عندك رغبة قوية لفرض الرأي أو السلطة على الأحبة أو تحاول تتحكم فيهم أو رأيك هو الصح ورأيهم غلط حاول قدر الإمكان أنك ما تضغط بهذا الاتجاه واضبط عصبيتك مهما كانت الظروف برج الجديد بالنسبة لموليد برج الجديد طبعا بترغبوا في إدخال تعديل على مسكنكم والتفاهم مع أفراد العائلة لأن القمر اليوم في البيت الرابع فكل تركيزك أو أغلب تركيزك رح يكون على البيت على العائلة المناسبات العائلية الأحداث العائلية أو صحة أحد أفراد العائلة يعني البيت ديكور ترتيب تصليح استجار بيت أو أشياء من هذا القبيل أو التجارة بالعقارات وممكن تقدم على خطوة جريئة أو تظهر مسألة مهمة بتحتاج للحوار أهم شيء إنك ما تتسرع بقراراتك وبرضو ما تتحسس من ردات فعل عائلية برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا اليوم نشاط عالي جدا 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 في أمور السفر والاتصالات اليوم ما رح تهدأ وطيرتك منكم أشخاص ممكن ينطلقوا في مرحلة جديدة مرحلة مهنية للترويج لمشاريع بنجاح أي فترة ممتازة لها أمور العلاقة بالامتحانات أو الحوارات النقاشات المقابلات ولكن بدك تنتبه من التسرع لا تتسرع بإبداء الرأي أو بالحركة أو بقيادة السيارة ممكن تقدم على مساعدة أحدهم أو أحدهم يحاول أنه يساعدك اللي بيشتغلوا في مجال التجارة أو التسويق عندهم قدرة على الإقناع عالي جدا منكم أشخاص ممكن يرغبوا لاقتناء سيارة أو تصليح سيارتهم يعني الاهتمام بالسيارات والإلكترونيات رح يكون عالي جدا برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعاً بتظل الفرصة متاحة لمكسب مالي هذا المكسب بيجي من عمل إضافي ومنكم أشخاص ممكن يستردوا أموال بتعودلهم أو ممكن يحصلوا على هدية الأجواء جيدة وداعمة بشكل قوي على المستوى المالي حاول أنك ما تضيع الفرصة واضف طاقتك الذهنية والفكرية والبناءة لوضع حد للتساؤلات ناقش بوضوح وتجنب الالتباسات الأجواء جيدة فممكن تحصل على مكسب من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو دعم ولكن بتظهر مصاريف من تحت الأرض حاول قدر الإمكان أو أشخاص ينصبوا عليك أو يحتالوا عليك حاول قدر الإمكان تنتبه على أموالك ما في داعي للمغامرات طيب وصلنا للنهاية إذا عجبك المحتوى حط لايك ما عجبك المحتوى حط ديسلايك ما عجبك من مرة عادي سب علي وديسلايك وبلغ عن القناة والله يسهل عليك يعني عجبك كثير كثير بتقدر تكتب كومنت شكرا تذكر الله في تستغفر ربنا في تصلي على رسول الله وعلى آل رسول الله الله ما صلي على محمد وعلى محمد بيقدر تسوى أي شي بس دعم كبسات الدعم لتشكرات والشكرا والانتساب والأمور هاي بلاها ما في داعي لها بس خلنا على الأمور التانية هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء